مرافعة تاريخية أدلت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية خلال جلساتها بشأن تداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في محاولة لحشد الرأي العام العالمي لشكبي وإدانة انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود المرافعة المصرية ارتكزت على الدوافع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الناحية الموضعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف إن المذبح التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعديدا غزة مستمرة إذ استشهد 29 الفلسطيني حتى الآن وهرب أكثر وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي في إسرائيل وبشكل متعمد وبشكل مستمر تعمل على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غازة إذ أنها تفرد الحصار وتفرد سياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية وإذا ما وصلت تمنع توزيعها من خلال القيود وأعمال القصف المستمرة والآن تخطط لاكتحام رفح التي يوجد فيها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني المرافعة أكدت مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستلاء عليها بالقوة ورفض ممارسات إسرائيل لتهويد القدس وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تغيير معالم الأراضي المحتلة على المستوى الجغرافي والمستوى الديمغرافي أصبح أمر مفهوم أصبح أمر واضح في الأراضي الفلسطينية تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم وتعمل في نفس الوقت على الكدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفكت ملاحظات الأمم المتحدة في الثماني وخمسين وفي اتفاق باريس حذرت النقل المدنيين من الأراضي التي تكون بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة سواء لأسباب إثنية أو عركية أو لأسباب استعمارية وخلال المرافعة أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل في منح الرأي الاستشاري لاغن عنه في سبيل دعم هدف حل دولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي استنادا لأحكام القانون الدولية على مدار عقود كانت وستظل مصر مدافع الأول عن القضية الفلسطينية والداعمة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية والإقلمية حرصا منها على إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية مستقلة معترف بها دوليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر